طيب مباراة السوبر مع الزمالك في الإمارات خلاص موعدها يوم 20 فبراير الجاري الآلي حدد كمان توقيتات للسفر يوم 17 إجراءات السفر والتأشيرة تم الانتهاء منها والآلي إن شاء الله يعود يوم 21 عاقب المباراة مباشرة عشان يستعد لمباراة القمة في الدور العام مع نادي الزمالك يوم 24 فبراير بإذن الله وإن شاء الله نادي الآلي يعود من الإمارات وهو وحاملنا لكأس السوبر تحديدا كأس السوبر الستة في مواجهة مباشرة مع نادي الزمالك لإن الأهلي سبع ليه الفوز على الزمالك في العديد من مباراة السوبر في الفترة الأخيرة طيب ندخل بقى لخبر مهم جدا متعلق بدورة أبطال إفريقيا والناس تركز معايا في الكلام اللي جاي ده لإن إحنا لما بنتلع نتكلم في الإعلام ولما بنتلع نتكلم في قناة الأهلي لازم نقول للناس المعلومة الصح ولازم تكون المعلومة مجردة من أي انتماء ويهمنا في النهاية المشاهد اللي بيسمع لنا واللي بيشاهدنا وبيتابعنا سواء جماهير النادي الأهلي أو جماهير القرى المصرية بشكل عام تبقى عارفة اللوايح وعارفة تحديد الموعد والمباريات تبقى للوايح مين المسؤول عنها مين اللي بياخد القرار إزاي بيتم تنفذها عشان محدش يطلع يقول أصلش معنى أصل ليه كل مرة يحصل كده أصل 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 وممكن حد يخد نفسكة بقى إيه أهلي وزمالك وحاجات كده إيه مش صح ومس سليمة ولازم الناس تبقى عارفة أن في مؤسسة أو في اتحاد قري هو المسؤول عن تنظيم المباريات بدءا من دور الستاشر طيب ندخل مع بعض ونشوف إيه اللي حصل في الليحة المنظمة لدورة أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 الاتحاد الإفريقي حدد مباراة الأهل وسانداونز يوم 29 فبراير نهاية هذا الشهر الجاري في القاهرة بإذن الله لكن لم يتم تحديد الملعب الملعب ده الناجي اللي بيحدده وبالتالي بترسل الاتحاد الإفريقي مكان المباراة أو الملعب اللي اتلب عليه لكن التوقيت والتاريخ دي مسؤولية الاتحاد الإفريقي مباشرة طيب مباراة العودة يوم 7 مارس يعني المعنى أدق لقاء الزهاب السبت 29 فبراير لقاء العودة السبت 7 مارس في بريتوريا في جنوب إفريقيا على أرض نادي سانداونز نادي التراجي التونس النهاردة كمان على موقعه الرسمي أعلن مباراته مع الزمالك هيلعب مع الزمالك لقاء الزهاب يوم الجمعة 28 فبراير في القاهرة ولقاء العودة في تونس في رادس يوم الجمعة 6 مارس هل الموعيد دي هل هي موعيد بناء على تحديد الأندية لهذه الاختيارات ولا تحديد الاتحاد الإفريقي لهذه الاختيارات لأن الناس عندها خلط في الأمور مش عارفة الفرق ما بين دور الـ 64 دور الـ 32 دور الـ 16 دور المجموعات والكوارتر فينال حتى المباراة النهائية طيب الليحة المنظمة لمسابق الدورة أبطال إفريقيا موسم 2019 2020 ويتكون معاكم على الشاشة دلوقتي فيها ما يقارب من 17 بند هذه البنود هي اللي بتحدد خارطة الطريق والتعامل ما بين الأندية والاتحاد الإفريقي من خلال الاتحادات الأهلية في فكرة المباراة الحكام اللي بيتم إسناد لهم المباراة من قبل الاتحادات الأهلية مع الاتحاد الإفريقي وأيضاً كمان المواد المنظمة لفكرة توقيت المباراة وتحددها ومراحلها النهائية مع مين الفقرة الأولى اللي عندكم دي المادة 1 و 2 و 3 دي اللايحة المنظمة لو مسابق الدورة أبطال إفريقيا موسم 2019 2020 بتتكلم في فكرة إن لازم المباراة يكون لها رقم وبتبدأ المسابقة من شهر 7 إلى نهاية البطولة في مايو العام القادم بعد طبعاً الموعيد الجديدة بعد كده بيقول لك كل رقم أو كل مباراة لها رقم كل مباراة بيتحدد فيها طرفيها كل مباراة بيتحدد الملعب بتاحها وكل مباراة بيتحدد الحكم المرسل من الاتحاد الأهلي لتحكيم هذه المباراة طيب ندخل بقى على الورقة التانية البند رقم 4 قدامكم أهي المادة رقم 4 لتحت شعار الكاف المادة رقم 4 بتقول إيه؟ الموعيد المحددة للمباراة في مختلف المراحل النهائية لا يمكن تغييرها إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يتم تقدرها طبقاً لللجنة المنظمة التابعة للكاف بمعنى إيه؟ يعني أي موعيد كانت منشورة قبل كده سواء على موقع الكاف وموعيد مبدئية أو نادي طلع قال أنا محدد جون كذا ده اجتهاد شخصي منك أو أنت بتطلب لكن في النهاية لما الاتحاد الإفريقي بيعلن موعيده تبقى للمدى 4 بتبقى موعيد نهائية ولا يمكن تغييرها إلا في حالة الضرورة القصوى إيه هي حالة الضرورة القصوى؟ ظروف أمنية، ظروف متعلقة مثلاً بأمطار أو 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 لنتوا عارفين الأمور القهرية أو الأمور القصوى زي ما حدث قبل كده في مناسبة 25 نايل لما تم تغيير موعيد مباراة الزمالك ومزنبي ومباراة الأهل والنجم السحلي فبالتالي الموعيد اللي بتعلن دي الموعيد النهائية من قبل اللجنة المنظمة التابعة للكاف في هذه المسابقات وهي اللي بتحدد هذه الموعيد طيب، في الفقرة الثانية المادة خمسة اللي تحتها بتقولك إيه؟ لا يتخذ أو لا يتم تنظيم مباراة أو حدث في الملعب المختار لدور الأبطال قبل 72 ساعة من معادة دربة البداية إذا كانت مباراة في مصابقة أخرى بمعنى أدق بيحدد لك لو علعب مباراة الآلوسانداونز يوم السابت 29 فبراير في استاد القاهرة قبلها بتلات أيام ماينفعش حد في الدوري يلعب على الاستاد ممكن تلعب قبلها بيوم مباراة في دور الأبطال إفريقيا لكن مصابقة أخرى لا يجوز فبتالي الاتحاد الأفريقي في اللايحة بيحدد كل شيء من إيه تزد سواء في الملعب أو تاريخ المباراة أو تحديد الموعيد أو حتى لما بحدد المعاد محدش يقدر يغيره لأننا الجهة المنوطة بتحديد الموعيد طيب إيه المادة؟ اللي بتقول إن الاتحاد الأفريقي هو الجهة المنوطة بتحديد الموعيد الورقة الثالثة المادة تسعة أو النقطة فوق الفقرة الأولى بتقول إيه؟ حتى الدور التمهيدي الثاني سيتم تنظيم المباراة من لجنة الأندية بمعنى اللي هو دور الـ 64 ودور الـ 32 بيتم إرسال الموعيد من قبل الأندية وبيختار التوقيت المناسب ليه وبيتحدد على أساسه ولكن بدءاً من الأدوار 16 والكوارتر فاينال والسيمي فاينال بيتم تحديد الموعيد تبقى للاعتبارات الآتية الظروف الجهورفية والمعيار الاقتصادي والمعيار الرياضي لحقوق البس تحديد الموعيد والملاعب والتاريخ وفقاً لحقوق الاتحاد الإفريقي في المعيار الثلاثة الظروف الجهورفية المعيار الاقتصادي المعيار الرياضي طيب واحدة واحدة كده نشرح الناس يعني إيه؟ الظروف الجهورفية والظروف الاقتصادية والظروف الرياضية طيب الآلة يلاعب سانداونز الرجاء يلاعب مازينبي فرق إفريقية سانداونز والمازينبي الكنغولي أجازتهم بتبقى يوم السبت مش الجمعة فلولو بتتكلم في المنطقة الجهورفية سواء في حضور مباريات أو في حقوق البس الفضائي بدءاً من أدوار كوارتر فاينال ودور 16 المجموعات والمباريات النهائيات الاتحاد الإفريقي بياخد الحق ده نفسه عشان يقدر يحدد الموعيد دي طبقاً للظروف الجهورفية وموعيد البس بمعنى أدق أنا ما ينفعش على مع سانداونز يوم الجمعة لأن الجماهير في جنوب إفريقيا أجازتهم مش الجمعة أجازتهم السبت فمشاهدة المباراة هناك في جنوب إفريقيا نسبة المشاهدة هتبقى قليلة مش هتبقى بالكسافة للمباراة لعبة السبت نسبة البس الفضائي والحقوق الاقتصادية هتقل وحقوق الرعاية أو القيمة التجارية الإعلانات اللي هتتعرض في خلال هذه المباراة قيمتها هتقل ممكن في منطقة الشمال تعلق لأن مباراة الأهل لكن في منطقة الجنوب مع الحقوق النقلة من خلال قناة سوبر سبورت هتبقى الحقوق فيها خسارة بالنسبة كبيرة فبالتالي الاتحاد الإفريقي بيراعي جداً المنطقة الجغرافية في تحديد الموعيد لذلك لما تلاقي الأهل مع سانداونز أو الرجاء مع مازينبي هتلاقي مباراةهم السبت لما تلاقي الدربيات العربية الزمالك والترجي أوكي ولما تلاقي النجم السحيل والوجداد هتلقوم الجمعة ليه الجمعة؟ لأن الشمال الافريقي الجمعة بالنسبة لهم أجهزة رسمية الحضور الجماهيري في الاستدارة ستكون كاملة العدد نسبة الحضور في المباراة ستتبقى كبيرة البس الفضائي والحقوق الاعلانية والرعاية الاعلانية ست Kebacara على إعلانات المباراة فبالتالي الحقوق الاقتصادية والحقوق الجغرافية هنا الاتحاد الافريقي بياخد هذا الحق بدءا من دور المجموعات ودور التمانية ودور نصف النهاية عشان يقدر يحقق اكبر استفادة ممكنة سواء في الملاعب او حتى للسبونسر او الشركات الرعية او الشركات الاعلامية اللي واخد هذه الحقوق كبس فضائي بتزيع من خلال هذه المباراة لذلك استحالة تلاعقي مثلا مباراة الالو مازينبي في مازينبي او الالو ساندونزة تلاعب الجمعة لان الجمعة في جنوب افريقيا يوم عمل الحضور الجامعية يكون قليل مشاهدة المباراة في المنطقة الجغرافية في جنوب افريقيا عبر السوبر سبورت نسبة المشاهدة هتبقى ضعيفة فبالتالي الاتحاد الافريقي مش هيحق التارجت اللي عايز يوصله من اقامة المباراة من الجمعة فبيخليها السبت اذا تحديد موعيد هذه المباراة بتكون ملك الاتحاد الافريقي بدءا دور المجموعات دور التمانية السيمي فاينال اقروا الليحة وشوفوا التعديلات اللي بتحصل كل سنة على المسابقات الافريقية الاتحاد الافريقي بياخد ايه وبيسيب لك انت كنادي تعمل ايه في الادوار الاولى دي جزئية الجزئية التانية انا كالتحاد الافريقي لما بعمل القرعة مش بعدها بساعة اقول انا كنادي سين او صاد انا عاية زلعب يوم السبت مش بتاعتك انت لو قلت انا خلاص حددت يوم 29 فبراير بعد القرعة وجيه مثلا نادي صاد حدد يوم 29 في النهاية الفايصل اللي هيحدد التوقيت والمعاد هو الاتحاد الافريقي ليه هو اللي بيحدد تبقى للمادة تسعة من اللايحة المنظمة لمساب الدورة ابطال افريقيا موسم 2019 2020 عشان يروعي فيها الظروف الجغرافية الظروف الاقتصادية والظروف الرياضية اعتقد وضحت وتفهمت وما فيهاش شمعنا وليه هو سبت وليه هنا جمعة مبارياتك كلها في دور المجموعات كانت مع فرق افريقية وانت بتلعب على ملعبهم برا كنت بتلعب يوم السبت وانت بتلعب على ملعبك لو الظروف مواتية في دور المجموعات تلعب جمعة كان بيسيبك تلعب جمعة لكن لما جيف في ختم المباريات دور المجموعات خلاك تلعب سبت حرقها خلاك جمعة نتيجة الظروف امنية كانت في مصر دور التمانية ما فيهاش يزار لان دور التمانية ما ينفعش يلعب الاربع مباريات في توقيت نهائيا استحالة ما ينفعش يلعب مباراة مازمبي والرجاء في نفس توقيت مباراة ساندونز والاهلي والترجي والزمالك والوداد والنجم فين حقوق الاعلانات والرعاية والحقوق الاعلامية والبس الفضاء ودخول الجماهير ده يبقى خسران بنسبة اثنين في المية فبالتالي بيراعي ده في الادوار النهائية دور التمانية بيراعي ساندونز ومازمبي في منطقة جغرافية ما ينفعش يلعبه يوم الجمعة فبيخلي مبارياتهم سواء في الزهاب او اللي هي بيوم السبت الدربيات العربية زمالك ترجي الوداد نجم يقدر يلعب جمعة ويقدر يلعب سبت لكن لما لايه السبت في فرق افريقية فيحطك انت يوم الجمعة فبالتالي الموعيد ملك الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد في الادوار النهائية الموعيد المناسبة طبقا للظروف الجغرافية والظروف الاقتصادية فبالتالي الموعيد اللي اتحطت دي موعيد نهائية لا يجوز التعديل فيها ولا يمكن تغييرها باي حال من الاحوال طبقا للمادة اربعة الا للظروف القصوى والحالة القصوى ودي طبعا الحمد لله مش موجودة والظروف ان شاء الله هتكون مواتية لإقامة المباريات في الفترة القادم اعتقد بالليحة وضحنا للناس فكرة شمعنا الاتحاد الافريقي محدد كل شيء في اللوايح ما بيسبش اي فرصة لحد يقول ده يلعب ليه وانا لعب تاني يوم ليه ده قبل بيوم ليه وانا بعد بيوم ليه كلام ده مش موجود الاتحاد الافريقي حادت خارط الطريق للمباريات ومحدد موعيد وإلا كمان لما توصل للمباراة النهائية او مباراة السيمي فاينال هتلعب جمعة وسبت او تلات يعني حد مثلا ما ييجي يقول لي ايه ده الواسيمي فاينال ممكن يوافق التلات اه في اللايحة موجود فيها في نفس البند رقم عشرة اخر سطر محدد لك فهم سابق الدار والابطال الافريقي وانت بتلعب في المباراة النهائية ممكن يحدد جمعة وسبت وممكن يحدد تلات عشان برضو يوم التلات بعد كده لو حد جلقه فيه مطش ليوم التلات يقولك شمعنا لا اقرأ اللايحة كويس جدا عندك اللايحة من سبعتاشر بند البند رقم اربعة والبند رقم خمسة والبند رقم تسعة والبند رقم عشرة شرح لك كل شيء من ايه تزد عشان ما تطلاش تقولي شمعنا لالعب يوم تمانية وعشرين ونادي الاهل هيلعب يوم تسعة وعشرين توقيتات المباراة اللي اتحضر في خباب يحددها حسب مواعيد البس لو مازمبي هيلعب مباراة العودة يوم سبعة الساعة تلاتة العصر المباراة الاخرى مفاش تلعب في نفس التوقيت تتلعب الساعة ستة او تسعة زي مباراة الاهل مع سانداونز هتكون في القاهرة الساعة ستة بالتبعية هتلاقي مباراة الرجاء ومازمبي في المغرب هتبقى الساعة تسعة عشان نسبة للمشاهدة والمتابعة ويقدر الاتحاد الافريقي يستفيد استفادة قصوى من فكرة عدد هذه المباراة والمتابعة والبس الفضائي والظروف الجغرافية خدوا ده قياس على دور ابطال اوروبا على فكرة دور ابطال اوروبا من دور التمانية بتلاقي الموعد متبعد عن بعضها ممكن يلعب مباراةين في نفس اليوم لكن مباراةين اخرين في يوم تالي والاربع مباراة الاخرى او المباراةين الاخرين بيدلعبوا في الاسبوع التالي ما بيلعبش كل المباراة التلاتة واربع في دور التمانية مثلا نفس الامر اتحادات القرية بيتراعي ده عشان حقوق البس الفضائي ولازم الناس تبقى عارفة ازاي الاتحاد الافريقي بيشتغل على المرحلة الجاية وازاي الموعد بيتم تحددها خلال الفترة اللي جاي اي موعيد كانت منشورة على موقع الاتحاد الافريقي بعد القرعة دي كانت موعيد مبدئية موعيد مبدئية بمجرد الارسال او الخطاب الرسمي لما وصل الاندان النهاردة اصبح او اصبحت هذه الموعيد هي الموعيد النهائية للاتحاد الافريقي ولا يجوز التعديل فيها الا في حالة الضرورة القصو تمام طيب خلاص حددنا بالنسبة لكم موعيد المباراة في الفترة اللي جاية موقع التراجي التونسي اعلن الفترة اللي جاية موعيده مع الزمالك هيلعب يوم تمانية وعشرين مع نادي الزمالك يوم الجمعة وهيلعب مباراة العودة الجمعة التالية ايضا يوم ستة مارس قدام كل ليحة هي بنشرح لكم بند بند وده دورنا في قناة النادي الاهلي لما بنطلع ما بنقس اي امر باهل وزمالك او ما بنقس اي موضوع انا مصلحتي ايه ومش مصلحتي ايه بقسها بالليحة بقسها بالقانون بقسها الاتحاد الافريقي بيحدد ايه وبيحددش ايه عشان وانا باخد اي خطوة بعارف في الخطوات دي انا باتخذ الخطوات الصحيحة وبطلع اقول كلام مصبوط ولا بطلع اقول كلام في الهوى لايحة قدامكم وعلى فكرة لايحة سهل جدا اي حد يجبها من الاتحاد الافريقي من السر حرب يعني لايحة سهل جدا اي حد يجبها بس اللي عايز يقرأ واللي عايز يذاكر واللي عايز يقدم معلومة تفيد المشاهد ايا كان اهلاوي او زمالكاوي او اسمعلاوي احنا في النهاية لما بنقدم المعلومة الصحة دي انت بترفض او بتخلق فكرة ان الناس لازم تعرف الحقوق بتاعتها ايه وتنبز التعصب اللي ممكن شخص من غير ما يقرأ لوايح يتسبب في تعصب في جزئية يعمل حساسية ما بين الجماهير يوصلهم لمرحلة ان الجمهور يقولك ما انتوش معنا خط يون كذا وانا يون كذا الحساسية دي انت بتخلقها نتيجة انك بتعرض امور بعيدة عن الليحة لكن لما تعرض الليحة وتحدد الليحة الحقوق المتعلقة بتحديد المباريات ملك مين واختياراتها بتاعت مين هترتاح وهترتاح نفسيا وهتعرف او هتعرف انت ساعتها انا خلاص لعبت الجمعة الليحة بتقول كده انا لعبت السبت الليحة بتقول كده استعدي بقى واجهز واشتغل ملعبش فكرة هو ليه الجمعة ولا ليه السبت